إن الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات بالدول الأعضاء في الوحدة الإقليمية لدمج المخابرات تأمل من أجل تضافر الجهود وتنصيق العمل لاستدباب الأمن والاستقرار على مستوى دول المجموعة وعليه تجيء هذه الجلسة الخاصة بأعمال القبراء وذلك تمهيداً لافتتاه فعاليات الدورة الهادية عشر للجنة إدارة الوحدة الإقليمية لدمج المخابرات بالعاصمة عن جمينة أي سيعمل الخبراء في تقييم تقارير وأنشطة الدورة السابقة وكذا تقديم الاقتراحات وتبادل المعلومات حول موضوع المؤتمر والمتمثل في الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كمصدر لتمويل الإرهاب استهلت أعمال الجلسة بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية الجنرال فوستين بيغوتو الذي رحب بالخبراء الذين قدموا من خمس دول إفريقية بالإضافة إلى الخبراء الدوليين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تلا ذلك كلمة ممثل رئيس لجنة إدارة الوحدة الإقليمية لدمج المخابرات إيلون لوب جيمس وهيث قال إن الوحدة تسأى جاهدة في إيجاد الهلول المناسبة لمكافهة زاهرة الإرهاب والجرائم الآبرة للهدود مع الأخذ في الاعتبار مكافهة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة مضيفا بأن نتائج هذا الاجتماع ستسمه للمدراء ورؤساء أقزام الأجهزة الأمنية التنظيم الجيد لأنشطة الدورة الهادية عشر للجنة إدارة الوحدة الإقليمية من ناهيته الوزير المسؤول من الوكالة الوطنية للأمن الجنرال أحمد كوغوري قال إن الوحدة الإقليمية منذ إنشاؤها في العام 2004 قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة لمكافهة الإرهاب والتطرف وكذا العمليات التخريبية بإقليم حوض بحيرة تياد وغرب إفريقيا وعليه طلب من الخبراء التركيز على الأعمال التي تسائد في استدباب الأمن والاستقرار والهفاظ على السلام بدول المجموعة وكذا القضايا ذات السلع بموضوع الدورة الحادي عشر اشتركوا في القناة